السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة كانت من ان شاء الله الفيديو يلقاكم كاملي في صحة جيدة فكن اعتذر على التأخير ديالي ما بقيتش حطيت معكم فيديوهات الظروف صحية لانك انت عيانة شوية فكنشكر الناس كاملين اللي سؤولوا فيها فكنقول لكم شكرا بزاف لكم لليختكم عليا فاليوم ان شاء الله رجعت وغادي نعود ان شاء الله نشارك معكم وصفات فاليوم ان شاء الله اقترحت ان ان نشارك معكم طريقة تحضير ديال الزيت ديال الحلبة الاصلي طريقة صحيحة ونتيجة ديالي اللي مضمونة وكما كتعرفوا الفوائد العديدة ديال الزيت الحلبة والاستعمالات دياله الكتيرة سواء على الوجه او للشعر او اي منطقة في الجسم ديالنا فهدي هي الطريقة الصحيحة بتحضير زيت الحلبة فهذه الوصفة هذه اعيان اعطاها لي مختص في تحضير زيوت المعصرة طبيعية اللي اعطاني هاد الوصفة وحبيت انني نشاركها معكم حتى انتم ما تحضروها في البيت ديالكم وتستافدوا فبالنسبة لزيت الحلبة فما كتتعصرش يعني ديال طريقة باش كيحضروها الناس اللي كيعصرو زيو الطبيعية ديالطريقة الصحيحة باش كيحضرو زيت الحلبة فكنتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو من الاول الاخير دياله باش تعرفوا معي للمكونات والاهم الاهم طريقة تحضير ديال زيت الحلبة خليكم معا الفيديو وفرجمهم تيال بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوا باش غادي نحضرو زيت الحلبة غادي نحتاجوا ثلاثة ديال مكونات فقط باش غادي نحضرو زيت الحلبة الاصلي والطريقة الصحيحة يعني ما غاديش نعرضو للحرارة فديالطريقة الصحيحة باش كيحضرو الناس يعني اللي كيعصرو زيو الطبيعية وديالطريقة الصحيحة باش كيحضرو زيت الحلبة غادي نحتاجو الكمية من الحلبة البلدية ضروري تكون الحلبة البلدية تكونوا منقيينها وتكون منقية من قاعدوك الشوائب اللي كيكونوا فيها وغادي نحتاجوها على شكل بودر يعني غادي نطحنوها من بعد إن شاء الله غادي نقول لكم الكمية اللي غادي نحتاجو ديال الحلبة فهنايا الزيت اللي غادي نحتاجو باش غادي نحضرو زيت الحلبة غادي نحتاجو زيت سمسم أو زيت جنجلن فهنايا ما يمكنش لكم أنكم تعوضوا بأي نوع ديال الزيوت فهذه الطريقة يعني خذتها من عند مختص اللي كيحضر زيوت طبيعية هادي هي الطريقة باش كيخدمو زيت ديال الحلبة لأصلي غادي تاخدو زيت جنجلن أو زيت السمسم باش غادي تحضرو زيت الحلبة يعني ما يمكنش أنكم تستعملو زيت الزيتون أو زيت البارافين أو زيت الليسيور كيما كنقولو أو زيت النباتية فهذه الزيت كلها ما تصلحش أنكم تحضرو بها زيت الحلبة ضروري ومؤكد أنكم تحتاجو لزيت السمسم أو زيت جنجلن مقوين الثالث اللي غادي نحتاجو فيه هو الخل ديال التفاح الطبيعي بالنسبة لطريقة تحضير فالطريقة سهلة ومبسطة يعني بدون تعقيدات وبالنسبة الناس يعني اللي غادي يقولوا لي أنهم حضروها يعني بطرق يعني أخرى أنهم كيديروها يعني في باماغي وكيعرضوها الحرارة يعني كيحضروها في زيت الزيتون أو في زيت نباتية أو في أي زيت أخرى فهذه كلها طرق خاطئة هذه هي الطريقة الصحيحة يعني طالية مختص يعني في تعصير ديال الزيوت الطبيعية يعني المهنة دياله يعني تقريبا المدة ديال 20 سنة هو أخدم في هذه الحل فهذه هي الطريقة باش كيخدموا زيت ديال الحلبة فكيما كتشوفوا معايا الحلبة يعني قاسحة في يعني الحلبة ما كتتعصرش لأن نسبة الزيوت اللي فيها قليلة وصعيب أنكم يعني باش يطحنوها في دوكل الآلات اللي عندهم فصعيب أنها باش تطحن يعني حتى الكمية ديال الزيوت اللي كتكون فيها يعني قليلة فضروري أنها ترقد باش يعني يحصلوا على زيت الحلبة فهما كيرقدوها يعني كيستعملوا كمية كبيرة وكيرقدوها باش كتكون عندهم زيت الحلبة دائما يعني كتكون عندهم واجدة فكيما شفتو يعني ديال الحلبة ديال الحلبة رقاصحة يعني وخاكي دوزوها في دوكل الآلات فما كتعصرش لهم يعني ما كتعطيهم شما كتقطرش باش تعطيهم ديال زيت ديال الحلبة لأنها نسبة الزيوت اللي فيها قليلة بزاف فعنايا ضروري من زيت الجنجلان والطريقة ديال الترقاد غادي ان شاء الله ندوزو لطريقة ديال التحضير فالطريقة سهلة فانتبنا ان شاء الله انكم تجربوها لأنها فعلا كتعطي نتائج زوينة وان شاء الله غادي نوجدو هالزيت الحلبة باش غادي نبدأ ان شاء الله نشارك معكم بوصفات لزيادة المناطق الأنتوية خصوصا عند النساء وان شاء الله غادي نحضر معكم بها وصفة زوينة لوجه وصفات الشعر فبالنسبة لطريقة التحضير هنا يا غادي نحتاجو قرعة ديال الزاج اللي غادي تكون معقمة بهذا الشكل هادا وغادي نحتاجو زيت الجنجلان فهنايا بالنسبة الكيميا غادي نعطيكم المقادير مضبوطة هنا تقريبان عندي 100 ميلي ديال زيت الجنجلان او زيت السمسم فغادي نخويها كاملة فهذه القرعة ديال الزاج قدرون تمدرو غير 100 ميلي وان شاء الله غادي تنقصوا المقادير فهنايا غادي نحضر معكم هايا 200 ميلي ديال زيت جنجين أو زيت سمسيم غضي نضيف عليها 5 ديال المعالق صغر ديال الحلبة البلدية اللي غضي تكون مطحونة طبعا بهذا الشكل هذا فهنايا ماشي مشكلة أنها يعني ما تكونش مطحونة على شكل بودرة فقط أنكم قد تطحنوها بهذا الشكل هذا هنايا غضي نضيف عفوون 5 ديال المعالق ديال الحلبة بودرة من بعد غضي نضيف عليهم جوج معالق كبار ديال خلطفح اي 4 دلمعالق صغر ديال خلطفح فانتو ما غادي تشوفوا طريقة بالنسبة للناس يعني اللي بغاوا يستعملوا 100 ميلي ديال زيت سمسم غادي يديروا 3 دلمعالق ديال الحلبة صغار مطحونة من بعد غادي يضيفوا عليهم جوج معالق صغر ديال خلطفح فهذه هي القاعدة اللي غادي تمشيوا بها فانيا من بعد ما خلطنا دوك المكونات كاملين مع با فهذا المرحلة هذي ضروري من خلطفح لنا هو اللي غادي يتبت لنا الحلبة في الزيت وغادي تطلق لنا في هذيك المواد كاملين باش تطلق لنا مزيان ومن بعد غادي نخلطوا هذي المكونات كي ما لحتم معي زيان 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 حتى ينسجموا لنا ذيك الحلبة وذيك زيت سمسم وخلطفح من بعد غادي نغطيو هذي القرعة مزيان زيان وغادي تحاولو انكم يتديروا لهذاك البابي ألمنيوم أو اي حاجة غادي تغطيوها باش ميدخلش لهاذاك الشعاء ديال الضو او الاشعة ديال الشمس غادي تخليوها تقريبا لمدة دي الربعين يوم في واحد المكان اللي غادي يكون مظلم فهنا هي ضروري انكم تغطيوها وتخليوها في شي بلاسة اللي غادي تكون مظلمة يعني ما تدخلش لها لأشعة دي الشمس وحتى لأشعة دي الضو المدة دي الربعين يوم عاد ان شاء الله غادي تكون حلبة او الزيت دي الحلبة واجد وان شاء الله غادي نحضر معكم بوصفة زوينة ووصفة اللي غادي نحضروها بزيت الحلبة فحاولوا انكم تحضروها حتى انتم ممندبة باش ان شاء الله تكون واجدة باش غادي نحضرو بها وصفات طبيعية وصفات الشعر وصفات الوجه وصفات اللي غادي تعطيكم النتيجة من الاستعمال الاول فكما لاحظتم معي هذه هي الطريقة الصحيحة لتحضير زيت الحلبة بطريقة اللي اصلية وصحيحة فانتمنى انكم تجربوها وغادي تنجح معكم ان شاء الله الطريقة ومن بعد ان شاء الله ما غادي تدوز المدة ديال الاربعين يوم على الحلبة ديالنا او الزيت الحلبة ديالنا هو مرقد غادي ان شاء الله نشارك معكم النتيجة دياله من بعد ما غادي يوجد معنا وان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الوصفات اللي غادي نحضرو بها اللي غادي ندخلو فيها هات الزيت الحلبة فكنتمنى انكم تكونوا استفتوا معي في هاد الفيديو وتكونوا يعني خضيتوا واحد الفكرة على الطريقة ديال تحضير زيت الحلبة لانتنا كانت عندي فكرة خاطئة ان الزيت ديال الحلبة كيتعصر فالزيت دي الحلبة ما كيتعصرش في هذه الطريقة الصحيحة باش كي يحضرون مختصين يعني في تحضير ديال الزيوت اللي كتكون معصرة طبيعية هذه هي الطريقة الصحيحة كانتمنى ان شاء الله الفيديو تكونوا استفتوا معي فيه وتجربوا ان شاء الله وتصدق معكم الفكرة فكانتمنى لقاكم فيديو قادم مع وصفات جديدة شكرا لكم دائما على كل دعم كانتمنى لقاكم فيديو قادم مع وصفات جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة